السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدد اللغة العربية للمساوة الثانية إعدادي النص القرائي التضامن الإجماعي على بركة الله أولا تأطير الناس نوعية الناس آيات بينات من الذكر الحكيم توسيق سورة البقرة سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق وهي من الصور المدنية عدد آيتها 286 آية وهي صورة ثامية في ترتيب المسحف الشريف تحليل العنوان تركيبيا التضامن الإجماعي عنوان يتكون من كلمتين تكونا فيما بينهما مركبا وصفيا يعرب على شكل التالي التضامن مبتدأ مرفوع على مترفعه الثم الظاهر على آخره وهو مدافع أما الإجماعي فهو نعت تابع لمنعوته في الجر وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره والخبر محدوف تقديره مضمون الناس أما دلاليا يشير العنوان إلى إحدار كائز المجتمع وهي التضامن إذ لا يمكننا الحديث عن مجتمعين تسوده الأنانية وحب الدات كما أن ديننا الحنيف جاء لتقوية العلاقات الإجتماعية وإشاعة روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع التعليق على الصورة صورة فوتغرافية توتق لزيارة الملك محمد السادس لإحدى المدارس الإبتدائية وعلاقته بالعنوان نذكر أن الملك ترأس منذ سنة 1999 مؤسسة محمد هني الخامس للتضامن ذات الأهداف التضامنية والنفع العام فرضيات الناس من خلال تحليل العتبات نفترض أن الناس سيحدثنا على التضامن يبرز جزاء وفوائد التضامن سيبين بعض أشكال التضامن فهم الناس الشروح اللغوية المن هو أن تفعل خيرا ثم تستمر في تذكير الشخص الذي أحسنت إليه بإحسانك وهو من أسباب بطلان الأعمال رياء الناس محبة الظهور أمام الناس كمن يتصدق ليقول عنه الناس إنه محسن أو من يصلي ليقال عنه هابد والرياء من أسباب عدم قبول الأعمال تنتابهم تصيبهم وتسيطر عليهم تنتابهم تصيبهم وتسيطر عليهم وابل مطر غزير طل مطر خفيف الندر ما يقدمه المرء لربه أو يجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما إن تبدو من الفعل أبدا يبدي أي أظهر نكفر عنكم نغفر لكم ونتجوز عن سيئاتكم المدمون العام يوجهنا الله عز وجل من خلال الآيات إلى الإنفاق في سبيله بلا من ولا رياء وعدا المنفقنا بمضاعفة الأجر مضامين الآيات من الآية 261 إلى الآية 263 مضاعفة الله تعالى أجر المنفقين في سبيله مع توضيح شرط هذا الإنفاق المضمون الثاني من الآية 264 إلى الآية 266 تشبهه سبحانه وتعالى للإنفاق بغير وجه الله بالحجر الأملس الذي لا ينتفع بالماء والإنفاق في سبيل الله بالجنة المتمرة التي تنتفع به المضمون الثالث من الآية 267 إلى الآية 271 دعوة الله تعالى إلى الإنفاق من الطيبات مع إخفاء الصدقات تحليل الناس الحقول الدلالية أوجه التضامن ومفتدات التضامن أوجه التضامن ينفقون أموالهم في سبيل الله صدقة قول معروف ومغفرة ينفقون أموالهم ابتخاء مرضات الله أنفقوا من الطيبات ما كسبتم أنفقتم من نفقتين ندرتم من ندرين توتوها الفقراء نمر إلى مفسدات التضامن منا ولا ندر صدقة يتبعها أذى رياء الناس لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر تهيمم الخبيث التعليق على الجدول نلاحظ أن الآيات مزجت بين الحد والتحذير حيث حضتنا على الإحسان وحضرتنا من إفساد هذا الإحسان ببعض السلوكات كالمني والرياء والبخل الأمثال في النص القرآني المثل الأول كمثل حبة أنبتت سبوسنابل العبرة منه مال الصدقة لا ينقص من مال المنفق بل يزكيه ويبارك فيه المثل الثاني فمثله كمثل تفوان عليه ثراب العبرة منه الصدقة التي يخلطها الرياء لا نفع منها كمطن غزير يحضر على حجرة سماء المثل الثالث جنة بربوة أصابها وابل العبرة منه الصدقة التي تبتغي وجه الله أجرها ثابت المثل الأخير يود أحدكم أن تكون له جنة العبرة منه الكبر من مفسدات الأعمال الصالحة الصور البلاغية في الناس جاءت الآيات القرآنية مليئة بالتشبيهات وذلك بغية تقريب الصور غير المحسوسة كالإنفاق الأجر بصورة المحسوسة حبة سنبلة أنبتت جنة أساليب الناس النفي آدات النفي لا يتبعون ولا أداء ولا خوف لا يقدرون لا يهدي آدات النهي لا تبطلوا ولا تيمموا آدات النداء أو أسلوب النداء يا أيها الذين آمنوا أسلوب الأمر أنفقوا وعملوا أسلوب الإستفهام أي يود أحدكم أن تكون له جنة أسلوب الشرط إن تبدو الصدقات القيم المبتوثة في الآيات قيمة دينية تتجلى في التحسيس بأهمية الإنفاق في سبيله تعالى قيمة اجتماعية تتجلى في مساعدة المحتاجين تركيب نص التضام الإجماعي نص التضام الإجماعي آيات قرآنية مأخوذة من سورة البقرة وهي آيات تدعونا إلى الإنفاق في سبيل الله وتحذرنا من إفساد صدقتنا ببعض السلوكات كالمن والرياء واللبخل بالإنفاق من الأشياء التي نتعفف من أخذها لنفسنا موظفة في تبيان هذه الصورة من الأمثلة التي ترغب في الإنفاق وتحذر وتنفر من البخل والرياء التركيب الثاني يدعو الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق في سبيله ومساعدة المحتاجين والإكتار من فعل الخير وذلك بهدف تأسيس مجتمع متضامن ومتكافل ويشترط سبحانه في المال أن يكون حللا وأن لا يتبع الإنفاق بالمن والأذى ويعد المنفقين في سبيله بمضاعفة الأجر والتجاوز عن السيئات هنا أعزاء التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر